اشتركوا في القناة أنت رجل منا اللهم صلى على محمد الله نعرفك أبوك عبد الله عمك أبو طالب زوجتك خديجة سلام الله عليهم جميعا أنت من عندنا أنت صرت نبي كيف يعني هذا الكلام قبل أن يقولون للأنبياء السابقين إلى عيسى إلى موسى إلى إبراهيم وإلى بقية الأنبياء كأنه كان توقعهم وانتظارهم أنه في واحد يجي غريب ملك ينزل مثلا الجواب أنه والجواب أكون جدا جيد شفت في تفسير من التفاسير اليوم أنه الإنسان ما يجري قيمته خوش جواب هذا التفتوا لا نعرف قيمتنا شفتون يعني يعني الله خالق في المخلوق عجيب اسمه إنسان هذا الإنسان بإمكانه أن يسمو ويسمو ويسمو ويعلو إلى أن يصل إلى أن يسمع الوحي أن يرتبط بالسماء هذا جدا مهم ترها صحيح أنه رجل منهم إلى رجل منهم ولكن هذا الرجل ممتاز هذه قيمة الإنسان يعني شنو أريد شوية أستفيد من هذه العبارة أنه إحنا أيضا نستطيع أن نسمو ونسمو ونسمو إلى أن نصير مثل أبي ذر مثلا مثل سلمان مثل مقدار مثل أصحاب الأنبياء شنو كانوا يظلم كانوا مثلنا إحنا مثلهم ولكن سموا هذه ميزة البشر خاصية البشر هذه أنه يقدر يصعد يصعد فكيف إذا صعد وصعد إلى أن صار حبيب الله وصار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وآله الجهال من المشركين ما كانوا يلتفتون إلى هذه معنى إذا هذا المعنى أنه يا أبا صفيان أنت متستاهل أنت مكفو ولكن هذا الرجل معادي هذا هذا محبوب الله صفي الله نجي الله نعم في بشريته مثلك أنت تمشي وهو يمشي أنت تأكل وهو يأكل أنت تنام وهو ينام ترجمة نانسي قنقر